السلام عليكم. شو أنكم وإن شاء الله بخير. إنشاء الله اليوم راح نبلش محاضرة القروث هرمون. اه تقريباً هنا ستكون من قبل أخير محاضرة بص sadece القروث هرمون ومع بي طبقاء بعض الهرمونات مالة البوستيريا بيتيورتي قلاند. فهيسء إن شاء الله سنخلص حتى القروث هرمون بالمحاضرة هاي. المحاضرة الثالثة سنتحدث بها على هرمونات البوستيريا بيتيورتي قلاند. فأخذنا بديه سبب القروث هرمون اللي هو أحد أهم هرمونات الانتيريا بيتيوريتي غلانت إحنا نعرف الانتيريا بيتيوريتي غلانت اللي ها ست هرمونات أساسية فهذا القروث هرمون هو أهم واحد بيهن وشين هو الشيء اللي ميز هذا الهرمون عنهم؟ إنه باقي الهرمونات تعتبر من نوع تروبيك مثل ما شرحت لكم ديش المحاضرة قلت لكم التروبيك شين وظيفة ماته إنه يحفز غدد بالجسم دائما يحفز على تكوين هرمونات بالجسم فهذا الوظائف أغلب هرمونات الانتيريا بيتيوريتي غلانت بس لاحظوا القروث هرمون مختلف الوظيفة اللي سواها مالتا مختلفة على الباقين لاحظوا التأثير مالتا ما رح يكون تروبيك حيكون أتروبيك زيان رح يأثر تقريبا يعني على جميع خلايا الجسم زيان حيأثر على جميع خلايا الجسم زيان فهذا هو الشي اللي ميز Cannes عن باقي هرمونات الانتيريا بيتيوريتي McLast مثل ما مذكول عدنا بهالفقرة زيان مثل مثل الثايرويد السيمليتينغ هرمون يأثر على الثايرويد جلاند اللي غده النخامية عدنا الأدرينا كورتيكو للتروبيك هرمون اللي أثر على الأدرينا الكورتيكس عدنا طبعا الليتنايزنغ أجينت اللي يأثر على الأفاريس المبايد زيان اوك اللي اثر على التستيكلز والبرولابتين اللي اثر على الغدد ما تثدق انه يساعد بتكوين الميلك زيان بس لاحظوا انه الغروث هرمون الوظيفة ما التماء يعني تختلف عن ذن الهرمونات والتيثير رح يكون تقريبا على اغلب انسة الجسم او كلها زيان اوكي اغروث هرمون خلنا جهازة على الفقرة الثانية اغروث هرمون برموت اغروث او من اسمه اغروث هرمون يعني هرمون النمو هذا الهرمون رح يسمح بنمو كثير من الانسة جزيان من اقول النمو شنو هان اقصد بكلمة نمو اقصد ياما جزء معين رح يزداد حجمه زيان اول او يصير بيتكاثر اوكي يعني الخلايا مال هذا الجزء حتتكاثر فهذا هو معنى النمو زيان فالغروث هرمون هو حيسويها الشغلطين اضافة اذا ان شاء الله ثالثة رح نذكرها ان شاء الله فالغروث هرمون الاسم الثاني الا طبعا يسمونه بالسوماتوتروبك هرمون او سوماتوتروبين هذا هذين اسمين مقبولات لهذا الهرمون لانهو ينفرز من خلايا السوماتوتروبك اوكي من السوماتوتروبك حسب ما اخذنا بليش المحاضرة تذكرون فالغروث هرمون هو عبارة عن بروتين ازين عبارة عن بروتين وبيبتايت ننتبه لانقلنا البروتين مية او اكثر امينو اسد اقل من ميتة امينو اسد ذا كببتايت ازين فهذا يعتبر من نوع البروتين شم امينو اسد بي بي مية واحد تسعين امينو اسد كل الموجودين بسنجل ستاند بسلسلة وحدة زين الكتلة الجزائية ما تشكت اثنين وعشرين الف زين او مثل ما قلنا هو راح يسوي كروث يرح يخساعد في نمو الانسجة تقريبا جميع انسجة الجسم اشان حيسب هالشي لانهو راح يزيد من السايز من حجم هالخلايا زين هوا شون حيزيد من السايز راح يبدي يكون بروتينز شبابنا هالبروتينز هاي البروتينز هي راح تكبر الخليل يعني الخليل بالاخير شنو هي عبارة عن بروتينات وهو راح يبدي يكون بروتينات حتى يزيد من حجم الخليل ايضا راح يزيد الميتوسيس الميتوسيس اللي هو الانقسام الخيطي يعني حيث زيد هاي الفعاليات مات الانقسام الخيطي بالتالي تكاثر الخلايا راح يزداد بالتالي حيث لا نعدي عدد اكثر من الخلايا من الخلايا وهذا الشي من انا زيت عدد الخلايا ش راح يسوي اما راح يزيت لي الطول مات التشيو او زيت لي يعني مات الودث زيان الثيكنيس مات الثخن اوكي زيان ها ما تمكن يسوي اللي شاء الله ثارثة اللي هالدفرنشييشن زيان دفرنشييشن معناته تمايز الخلايا يعني كلمة التمايز معناته نعدها خلية راح تتحول الى نوع ثاني من الخلايا مثلا خلية مثلا عضالية تتحول الى نوع من انواع خلايا الدم هذي يسمونه دفرنشييشن تمايز انو عندها خلية تتحول الى نوع اخر من الخلايا ففور اكزامبل عندنا البون كروث سيالس هاي احد الخلايا اللي يصرها دفرنشياشن عن طريق البون الكروث هرمون ايضا الايرلي مصل سيالس ذني ايضا الخليتين ذني النوعين ذكريتين يصرهم تمايز عن طريق الكروث هرمون هنان ذي يقول لك بالصورة رقم ستة وسبعين زيان هاي بها الصورة ذي يشوفونها سعدي هذا الازرق وعدي هذا الاحمر هسه شنو هذا شوفوا احن هنا عندي البادي ويت وهنان عندي الايام زيان فاشتا اللاحظ هنا بمحورة اكز كل ما قاعد يزداد الايام قاعد يزداد البادي ويت زيان بس هنا هذا الازرق هذا ما لتمن تابع المن هذا المخطط هذا التأشير هذا التابع طبعا ذولا فارين فارين وسوا عليهم تجربة فواحد يعني مطوه كروث هرمون وواحد لا الطوه يعني دايلي كروث هرمون فلاحظوا يعني انه الوزن الفارين اللي طوه اه القروث هرمون ويلا ايام دايزداد مات الوزن بشكل يعني عالي زيان عكس الفارين اللي مطوه كل شيء زيان الجهادة مات تكون طبيعية كل شيء يعني بس هذا الطوه قروث هرمون لاحظوا انه مثل ما قلنا الوزن مالته يزداد فهاي دلالها على تأثير القروث هرمون ان القروث هرمون ممكن يزيد من وزن جسم لانه بالاخير يخلي الانس جمال تكتموا اكثر مثل ما قلنا حيزيد العدد خلايا مالته او يكبر من حجمها فطبيعي يعني الوزن مالته هذا الفار او اي حيوان اخر يزداد وملاحظة مهمة اخر طبعا خليوا ببالكم انه كل اه كل حيوان الى قروث هرمون خاص به يعني ما يطيل مثلا انت قروث هرمون تسحب من الفار تطيل الانسان لا كل حيوان القروث هرمون مالته يختلف فحتى كل واحد اللي يسموه يعني فمثلا مثل الانسان القروث هرمون مالته اسمه هيومن قروث هرمون اوكي فمن حيوان الى حيوان القروث هرمون يختلف لازم خليها المعلومة ببعنا زيان طبعا القروث هرمون بالبداية زيان اول ما ينون للطفل يعني زيان راح يكون تثيره على جميع انسجة جسم خاصة يعني الانسجة البونز يعني البونز بعدها منامية بالبداية تكون عبارة عن غضاريف بعدين حتى تتحول الى عظام عن طريق هذا القروث هرمون اوكي لما النوصل عاد حالة البلوغ راح يوقف عندك نمو العظام زيان بعد ما ما يوقف نمو العظام مش وقت يوقف نمو العظام طبعا تشريحيا العظام العظم يحتوي على منطقتين يسموها الابوفايسيس والديافسيس خلا شوفكم صورة الها همات اي هاي هاي الصورة فشوفوا عدنا منطقة يعني عدنا الابوفايسيس وعدنا الديافسيس هاي المنطقة شوفوها العلوية من العظمة يسموها الابوفايسيس هاي المنطقة اللي صارة بين الاطراف زيان يسموها بالديافسيس او الشافت اوكي هذا الشافت وهذا او هذا يسمونا بالابوفايسيس زيان بالبداية الابوفايسيس والديافسيس ما رح يكونوا مرتبطين يعني اول ما ينولد عندنا الطفل زيان شبابنا رح يكون العظم عصلا عبارة عن غضاريف كله غضاريف بعدين هالغضاريف رح تتحول الى ما يسمى بالبون مارو حتحول الى البون الى عظم زيان ورح يظل يطول العظم لما اني وصل لهالحالة زيان رح يظل ينمو داما ينمو 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 بس رح يظل عندك المنطقة الابوفايسيس ما مرتبطة بالديافسيس زيان بس بعديان مني وقف نمو العظم رح يرتبط الديافسيس او الشافت يرتبط بالابوفايسيس وبعد وراها ما يصير اي نمو بالعظم رح يثبت العظم على الحجم مالته هذا او النمو هذا مالته زيان فهل معلومات جدا مهمة مال انه من يرتبط عدنا الابوفايسس زيان ويا الشافت اه بعض ما يطول عدنا البون راح يوقف طول ما راح يطول زيان هو راح يوقف يطول بس ممكن يثخن زيان هو قالوا بقى انتبهوا ماكو لنكثنج ماكو بعض طول بس يمكن اكو ثيكنيس زيان فخالي بقى لكم ممكن اللعبونا عليكم بالامسكي وهي شيء زيان اوكي نجاس على موضوع اه كروث هرمون هال سفيران ميتابوليك افكت يعني اضافة الى تأثير الكروث هرمون انه هو يسبب كروث نمو بالانسجة على بعض التأثيرات الثانية اللي هم ممكن تساعده بالكروث مالتهم ممكن تساعد الجسم بالكروث زيان اللي هنذا شنو هنذا الوظائف عدنا اولا راح يزيد بالمعدل تصنيع البروتينات بالخلية يعني مثل الخلاي بدل ما تنتش مثلا كل ساعة بروتين واحد ممكن تنتش عشر بروتينات وهي القروث هرمون زيان فهو حيزيت هاذا المعدل وبعد شوية حناش راح شوان حيزيت هاذا المعدل ثاني شغلة increase mobilization of the fatty acid from the adipose tissues increase free fatty acid and the blood and increase fatty acid for energy راح يزيد هما تحريك الفاتي اسد الفاتي اسد اللي مخزونا بالأديبوستيش راح يحركها من الأديبوستيش يحركها خلال الجسم ستتحول طبعا هاي الفاتي اسد الى طاقة انتم تعرفون معلومات اساسية بالجسم انه الطاقة مني حصله الجسم يا أما من الكاربوهيدرات يعني الكاربوهيدرات يعني سكريات يا أما من الفاتس اللي هما الدهون يا أما من البروتين بس أول شي جسم تركيزه وان يكون زيان راح يكون على الكاربوهيدرات من تخلص الكاربوهيدرات يروح على الليبيدز من تخلص الدهون يروح على البروتين يحصل منها طاقة زيان فالخيار الأول بشكل عام هو الكاربوهيدرات بس الـ Growth Hormone ايش راح يسوي طبعا راح يخلي تركيز الجسم يكون عليماً بالطاقة على الفاتس، أوكي حيخليك جسم يستهلك فاتس، فليهذا مرات واحد يقولك أنت حاول تجوع نفسك، زي أن أنت من راح تجوع نفسك عندك هذا الـ Growth Hormone راح يبدأ ينفرز بشكل أكثر، من يبدأ ينفرز بشكل أكثر، راح يقوم يحلل بالدهون الموجودة بجسمك، بالتالي راح تضعف، هاي أنت إذا جوعت نفسك فهذا ما راح يفرز عندك هذا الـ Hormone كل شي هو يعني، فليريد يضعف يعني، ممكن يسوي هايش، ممكن يجوع نفسه في فترة طويلة، أوكي، ورح يبدأ عنده هذا الـ Hormone مع الـ Growth، ينفرز في كميات شبيرة، زيان، وبالتالي راح يبدأ يعدى الدهون تتحلل بجسمك، زيان، فالمهم هاي شنو الشرطة اللي يسويها الـ Growth Hormone قلنا، زي تصنيع البروتينات، أوكي، ويخلي الجسم يعتمد على الفاتي أسد بالطاقة، هاي بدي يسوي تحليل بالفاتي أسد، زيان، ثالث شغلة وآخر شغلة يقلل من معدل استهلاك الجسم من الجلوكوز الكاربوهيدرات، أوكي، حي مثلنا قلنا، حيخلي الجسم بشكل عام، يعتمد على الفاتس بالطاقة، أوكي، فبشكل عام أسد، Growth Hormone انهيز بروتينات، سيمثيس، ويقلل من خزن الدهون، وحيقل من خزن الدهون، ويخزن كاربوهيدرات، راح يخزن، أو يحافظ على الكاربوهيدرات، وطبعاً Growth Hormone خلو بغاكم يلاحظ أنه يشتغل عكس الإنسولين، الإنسولين، طبعاً شبابنا، تأثيره بالنسبة للفاتس، هو بالعكس، ما يسوي mobilization للفاتس، هو يسوي storage للفاتس، وبالنسبة للكاربوهيدرات، فهو يحاول يعني يقلل من تركيزها بالدم، زيان، أما Growth Hormone بالعكس، أواشي راح يحرك الدهون، بالجسم يخليه تستهلك، وأيضاً راح يزيد من تركيز الكلوكوس داخل الدم، فخلو بغاكم يعني Growth Hormone والإنسولين، واحد يشتغل عكس الإنسولين، وحرفين واحد يأثر على الإنسولين، ممكن يعني Growth Hormone يخلي الجسم resist the insulin، يعني حيصير عندهم مثل مرض السكري نوع 2، تعرفون أنتو بالنوع 2 مرض السكري، أنو الجسم يكون مقاوم للإنسولين، وشقد ما ينفرز لت عندك إنسولين، ماكو فايدة، زيان، الجسم ما دايستجيب إليه، فالgrowth Hormone ممكن يسوي هذا الشي، ممكن يخلي الجسم resist the insulin، والإنسولين، ها ممكن يخلي الجسم resist the growth hormone، فواحد يعاكس الآخر بالشغل، بس على البروتينات شغلهم نس الشي، فقط على proteins، زيان، فخلو هالمعلمة بالكم هالمعلمة، يعني ما مذكورة بالمصدر، زيان، بس يعني تبقى معلومة مفيدة ممكن تستفادوا منها، زيان، growth hormone promote protein deposition and tissues، هس راح نبدأ تتكلم على كل وظيفة ووظيفة، وشون تصير بالضبط الفيزيولوجي مالتها، زيان، فاحنا قلنا راح يزداد تكوين البروتينات، او راح يزداد معدد تكوين البروتينات بجيس فاشي، شو راح يصير، اكو عدة ثلاث شغلات، او بالحقيقة هنا اربع شغلات، زيان، فعدنا اول شغلة enhancement of amino acid transport through the cell membrane، زيان، فحرفياً growth hormone يا شبابنا، تقريباً يعني عن طريق الإنسولين، راح يقدر يزيد transport of amino acid to this إلى داخل الخلايا، اوكي، راح يزيد تركيز الأحماض الأمينية داخل الخلايا، زيان، راح ينقل ال Samsyl acid من خارج الخلايا إلى داخل الخلايا، طبعاً يقدر يصوي هاد التاثير مالت عن طريق الإنسولين، حرفيا الإنسولين مثل ما ينقل九لوكوس إلى داخل الخلايا، وفي إتweisen هو ا culpersöl الداخلة، بسبب growth hormone، ممكن الإنسولين راح يسوي هذا الشي، راح يدخل الأحماض الأمينية، زيان داخل الخلايا، بالتالي من عندك أحماض أمينية وايض داخل خلايا، ما راح أحصل منها بعدين؟ راح أحصل منها بروتينات، زيان فليهذا هو، هذا اول سبب يشرح له هرمون يعني ايز هي من البروتين سنتسيس ثاني امر عدنا enhancement of RNA translation to cause protein synthesis by the ribosomes زيان فايضاً الgrowth هرمون راح يحسم من translation of RNA تدرون انتواس ال RNA بعد ما صالة transcription زيان يعني ال transcription هي عملية انو نسحب من ال DNA نسخة ناخذ من ال DNA نسخة يسموها من RNA المسنجر RNA هذا المسنجر RNA نحتاج ان ترجمة البروتين زيان فهو الgrowth هرمون راح يزيد من عمليات الترجمة راح يحسم من هاي عمليات الترجمة زيان من معدل مال تبتها لرح يزيد معدل تكوين البروتين الثالث شغلة increase nuclear transcription of DNA to form RNA راح يزيد طبعاً من transcription زيان راح يزيد من عمليات تحويل ال DNA إلى ال mRNA هاش وقت يبدي هات التأثير بعد ما نطي ال growth هرمون لفترات طويلة يعني بعد تقريباً نمر من 24 ساعة إلى 48 ساعة لاحظ هاي التأثيرات تبدي مال transcription زيان راح يبدي تحويل ال DNA إلى mRNA راح يبدي تحويل بعدين البروتين زيان فبالتالي هذين التلف عمليات الذكرناها سواء أنه ندخل أحماض أمينية أو نزيد من translation أو نزيد من transcription هذين العمليات الثلاثة هاش راح يسمون راح يزيدهم ال protein synthesis راح يزيدهم معدل تكوين البروتينات داخل الخلايع زيان وطبعاً هاشي شون يحتاج؟ احنا من دا نكون هسا بروتينات هاشي يحتاج هواء مواد هاذ الشي يحتاج طاقة sufficient energy و amino acid يحتاج همواد تحماض أمينية و فيتامينز يعني كل هاشارات آني أحتاجها على مواد أسوي protein synthesis وهالطاقة مين دا حصلها آني؟ من الكاربوهيدرات أو من الفاتي أسد دا حصل آني هالطاقة زيان أوكي زيان شاء الله الرابع الأخير اللي هو هنان ما لها علاقة بالانابولزم تعرفون انتو الميتابولزم مصطلح الميتابولزم ينقسم قسمين انابولزم وكتابولزم انابولزم معناته بناء جزئات فقبل شوية العملية الذكرناها كلها ساعد بالانابولزم في بناء البروتينا عدنا البروست الثاني من الميتابولزم انها كتابولزم اللي هي عملية تكسير زيان تكسير الجزئات فبالنسبة للغروث هرمون يقول لك رح يقلل من الكتابولزم او بروتين يعني رح يقلل من تكسير البروتينات الى الاموينة اسد فحيحافظ على البروتينات الموجودة يعدي ويقول لك السبب بهذا الامر انه احد اهم الاسباب اللي تخلي انه الجسم يكسر بالبروتينات انه يريد يحصل طاقة فما يحتاج فما يحتاج يعني يسوي كتابولزم بالبروتينات فبشكل عام رح يقل يعدي كتابولزم او بروتينات و المثل ما قلنا في القروث هرمون يعتبر مثل البروتينات يعني المحافظ على البروتينات هذا ملخص سمرايه للأفكتات فا او يقول لك تقريبا القروث هرمون رح يحس يحسن من جميع العمليات تسوي افتيك الامينات ايضا العمليات اللي تساهم بتصنيع البروتينات سوى ترانزلين سوى ترانسكريبشن اي عمليات ساعدة لتكتول البروتينات وهمات رح يقلم الـ break down تكسير الـ protein فهذا هو بشكل عام تكسير الـ growth hormone على الـ protein rate نجيس على الوظيفة الثانية لقلنا يحسن من تحليل الـ lipids فمثل ما تكلمنا قلنا أن growth hormone هي الثلاث وضعه فهذا الوظيفة الثانية اللي هي على الـ fat عده هنا فالـ growth hormone شبابنا رح يحرر الـ fat أو الدهون من الـ adipost tissue من النسيج الدهني زينا بالتالي إحنا ش رح يصير عندنا؟ رح تزاد عندنا تراكيز الـ fat داخل الدم concentration ماليته رح يزاد داخل الدم وشكوعات خلية تحتاج طاقة جسم تحتاج طاقة بسرعة هو رح يروح هناك الـ fat ديش الخلية بالـ mitochondria ماليته ش رح يصير له؟ رح يصير له عمليات conversion، رح يتحول هذا الـ fat acid إلى Acetyl-CoA وليس شون يتحول الـ fat acid إلى Acetyl-CoA فعن طريق ما يسمى بالـ beta oxidation رح يتحول الـ fat acid إلى Acetyl-CoA وعن طريق ما قلت لكم يسمى بالـ beta oxidation رح يتحول الـ fat acid إلى Acetyl-CoA أنا أحصل منها طاقة من دورة كريبس، تعرفوا دورة كريبس رح حصل من Acetyl-CoA وعملت نقل الإلكترونات ومدري شنو وكلها رح حصل منها بالأخير طاقة زيان؟ زيان شبابنا؟ فهذا هو عمل growth hormone على الـ fat انه رح يحررها من الأنسجة رح يزيد تلاكيز الـ fat حيخلي الجسم يعتمد على الـ fat الـ fat رح يدخل بالخلية أو بالنسيجة هناك بالـ mitochondria رح يصل بـ beta oxidation حيحصل منها Acetyl-CoA حيط قاقة فحيخلي الجسم يعتمد على الـ fat بدل ما يعتمد على الكاربوهيدرات أو على الـ proteins زيان هسا صارت عندنا عمليتين زيان عمليات تكسير الدهون وعمليات تكوين الـ protein ممكن واحد يسأل هل يسأل الوزن ايش دي يصير بـ هنانا؟ زيان هل ممكن دي يزداد؟ دي يقل؟ نخلي بالان انه معدل تكسير الدهون يطول يأخذها several hours بس معدل تكوين الـ proteins زيان معدل تكوين الـ proteins يأخذها ما يعلم منتز يلا يبدي رح يكون اقل من تكسير تكسير الدهن فمعدل تصنيع الـ proteinات سريع بس معدل تكسير الدهون بطيء فمش نتوقع انه وزن الانسان رح يجداد بس رح تزاد الكتلة الـ proteinية مادة اما الدهن مادة رح يقن يعن هذا شيء زيان فانت تقلون تتخيلوا مثلا هس انه اذا انت مثلا قاعد تبني طابوقة فوق طابوقة قاعد تبني سياج فتجيب طابوقة فوق طابوقة فانت تتحط طابوكتين وقاعد توقع طابوقة اوكي الطابوكتين اشي يتمثلك هاي القاعد عدية تبنيها، هاي يتمثلك معدل بناء البروتين والطابقه اللي قاعد توقع هي شي تمثلك هاي هاذا البریکدون معدل كسر مالت من مالت الدهون فأنا عندي بروتينات تتكون أسرع معدل تكوين البروتينات اللي هما الطابقتي أسرع من معدل التكسر طابقه اللي هاي قاعد توقع طابقه زيان شبابنا فمعدل تكوين البروتين حيكون عدنا أسرع من معدل تكسير الدهون. فليهذا وزن الجسم اللي هو الان ماس راح تزداد. زين. هسنا نيجي على الكيتوجينك افكت. طبعا انتم ممكن هذا المصطلح ما تعرفوا يعني ويعني ممكن مصطلح غريب عليكم الكيتوجينك. الكيتوجينك هي عملية تكوين الكيتونز باديز. شن هما الكيتونز باديز ومين تجين الكيتونز باديز؟ الأول شيء الكيتونز باديز في شيني من الأساتل الكو اي. ولنظروا انت معلومات كثيرة من الأساتل الكو اي بالجسم؟ هذا الأساتل الكو اي. يعني ، مو بس راح نحصل لمنا طاقة. وانما راح يتحوّل الى الكيتونيك بادي. الكيتونيك بادي أحد الأمثلة عليها. ما رح احطيكم كل امثلة عليها. عندنا الاسيتو اسيتيك اسيد. هذا يعتبر احد الكيتونز بادي اللي يجي. اللي اقدر احصل من اسيتل كو ايه. زيان. بما نصير احنا عندنا كميات شبيرة من الاسيتل كو ايه رح نحصل كيتونز بادي. وهالكيتونز بادي ما انت تتشر بالدم حيسوي ما يسمى الكيتوسيس. الكيتوسيس طبعا يعني حيزاد عندنا كونستريشن اوف كيتونز باديز. بالدم او باليورين يعني بالجسم بشكل عم رح يزاد تركيز مالتهم. وهاشي يعني يعتبر يعني مو كلش ايجابي. زيان لان الكيتونز بادي تعتبر شكل عموات حموضية. فممكن زيد عفوا تقلي من البي اتش ماس الدم يعني هزيد حموضية الدم. ممكن هذا الشي يكون سلبي. زيان. فشو اناس دايز يزاد عندنا كميات الاسيتل كوي. هنا دايز يزاد عندنا كميات الاسيتل كوي. بسبب انه القروث هرمون. دايز يكسر هواية بالفات. مين يكسر بكميات شبيرة من الفات. حيصر عندي اسيتل كوي هوية. ومين يصر عندي اسيتل كوي هوية. رح حصل على اسيتل كوي هوية. واللي هذا رح يطلع طبعا اللي دايز يتكون باللوفر. دايز يتكون باللوفر. وراح يتحرر طبعا الى. الوود مات الجسم حيتحرر الى سوال الجسم. وحيصاب بالكيتواصيس اللي مت ما قلنا زي على التركيز. الكيتواصي بادي بلدنا بتزاد تركيز. زيان. وهالشي طبعا ممكن يسوينا بالفاتي لوفر. زيان. من يصر عدنا اكساسي في مباليزيشي. من احنا دايز نحرك بالدهون هوية من الادبوستيشيوز. يعني معدل سريع دايز نكسر بالدهون يعني معدل سريع. واللي فترة طويلة هاشي ممكن يؤثر على اللوفر. يسوي بالفاتي لوفر. اوكي. الكبد الدهني. زيان. بالنسبة للاخذ الكثير للغروث هرمون وهو تقريبا اهم واحد. الغروث هرمون يؤثر على الكاربوهيدريت يوتلازيشن. الكاربوهيدريت راح يقلل من استعمال الكاربوهيدريت. زيان. ومثما قلت لكم هو يعاكس الانسولي. فشان حيعاكسه انه اولا هو يقلل الكلوكوز اوبتيك. حيقلل من اخذ الكلوكوز من قبل الخلايا. الخلايا راح متاخذ يعني كلوكوز هوايه. مو مثل قبل. زيان. والانسوليين شن وظيفته. يزيد من كمية الابتيك مات الكلوكوز. فهنا هنا واحد عكس الاخ. ايضا. الغروث هرمون يسوي يزيد من تكوين الكلوكوز. وطبعا التكوين الكلوكوز هنا راح يتم تكوين الكلوكوز عن طريق جزيئات ما تعتبر من الكاربوهيدرات. يعني ممكن نتكون عندنا الكلوكوز من غليسيرول من فاتي اسد. زيان. مهم اي مادة مو كاربوهيدريتية ممكن نصنع منها الشسم. الكلوكوز. وانا تتم هالعمالية باللبر. حتى بعض الاماين واسد مثل الانين. او البايروفيت ممكن نصنع منها كلوكوز. زيان. وهالعمالية ما لتصنيع الكلوكوز من جزيئات ما تعتبر كاربوهيدراتية يسموه بالكلوكوينيوجينيسيس. زيان. فهالعمالية يصرها استيميليشن. اللي هي الكلوكوينيوجينيسيس عن طريق الغروث هرمون. زيان. بس الانسولين سوي انهيبشن هالعمالية فواحد دي عاكس الاخر. زيان. فهنانا راح. الغروث هرمون يش راح يسوي راح يبدي عاكس الافيكت مارة الانسولين. زيان شبابنا. وراح يتفوق عليها. مارات الانسولين يتفوق مارات الغروث هرمون. بس يعني احنا دي نتكلم عا الغروث هرمون. فهده نحكي انه الغروث راح يتفوق على الانسولين. بالشيغل. زيان. ثالث وظيفة للغروث هرمون. انكريز. انسولين سيكريشين. زيان. فبما انه هس احنا قللنا من الابتيك مالت الخلايا للكلوكوز. وايضا احنا زيادنا من البرودكشن مالتا داخل الدم. دي يزداد. فالبنكرياس. الشي يسوي عن طريق البيتا سيالس مالتا. يقوم يفرز انسولين اكثر. زيان حتى يحاول يدخل هاي الشسمة. الكلوكوز الى داخل خلايا. بس هو ما يدري انه القروث هرمون دي يسوي رزستل هالعمال. دي يقوم هالعمال. ما دي خلي الانسولين يشتغل بشكل صحيح. بس راح يزداد هو سكريشين مالتا. بس رغم هذا زيادة مالتا. ما راح يكون لهذاك التأثير بوجود القروث هرمون. وهنا ما كلتو من الجلوكوز الانسولين., اكثر، دي قوم تأثير المال تأثير المال. زين. فمثو ما كلتو حتى قبل شوية هنا تmouthل انه هاي العشية هال لي هو او الزيادة بالالجلوكوز؟. هال بسبب انه الجلوكوز هرمون. safety is valuable. على صغير من الانسولين. بسبب انه غر Economops. إنه انه تؤ nutrient pick suits ace with regards to the growth hormone بسبب انه القروث تؤسين. داي قل من تأثير المالانسولين على الخلايا. تكدرو إنه ان therm Frankfurt الي انسولين اذا اشتغل على الانسولين ش راح يسوي راح يزايد من الغروث هرمول راح يقلل من هذ guideline انسولين Bucharest و beats و Bomber قلنا ش بصورية عملية فهو هيجي انسولين صفيك فتثبيت عملية تكوين الكلوكوز راح يقل أو بمعنى آخر تكوين الكلوكوز راح يزداد باللبر فكل هذه العمليات تؤدي إلى زيادة الكلوكوز داخل الدم لهذا التأثيرات ما تقروف هرمونيسمية بالديابتوجينيك يعني مثل حال حال مرض السكري زيان مرض السكري ايضا الجسم بيرزيست الانسولين وايضا عندك مياه سكر هواي بالجسم زيان لانه هو رزيست الانسولين فالكروث هرمون راح يشبه مرض السكري يا نوع تايب 2 تعرفوا عندنا تايب 1 و تايب 2 بالتايب 1 الجسم إمسولين قليل بالتايب 2 الجسم إمسولين فهنا حالة الانسولين يعني من يكون عندنا كلي شوف و ايديا كلي شوف الانسولين انا هنتبوا يعني مو كميات قليلة و كميات طبيعة لا حنا نحنا كلي شوف الانسولين هذا الشي راح يسوي لي حيسويلي أشياء مشابهة لمرض السكري انه هيصري الجسم إمسولين أو بمعنى آخر راح يسرع دياب تسميليتي السكري من نوع تايب 2 يعني يشبهها، مو نفسه، زيان؟ تايب 2، إنو الجسم هيكون رزيستو ذا إنسولين، مثل ما قلت لكم، القروث هرمون يعاكس الإنسولين، والإنسولين يعاكس القروث هرمون، هي عركة بين آتوم، الكمية أكبر هو الرح يتفوق، زيان؟ أكو مرض يسمونه بالأكروميغالي، زيان، هذا هم رح نتكلم عليه بالنهاية المحاضرة، وحنشوف واحد خبل همات يعني خشمة تشبير ورأسه تشبير بسبب هالمرض، أوكي؟ الأكروميغالي طبعا، هذا يعني مريض عده أكسسيف، قروث هرمون، عده كميات كل تشبيرة من القروث هرمون، فنتوقع هذا يصر عنده نمو كلش عالي، أوكي يصر عنده نمو كلش عالي، وأيضا، نتوقع رح يصر عنده هاي الأشياء مع الديابتس مليتيس، إنه حيصر الجسم يرزيز إلى إنسولين، بسبب الـ Growth هرمون، أوكي؟ وحيزاد على تركيز الـ Clocos بالتام، ذي قارننا طبعا، بين التأثير الـ Growth هرمون، زيان، وأيضا، تأثير الـ Diabetes مليتيس Type 2، فدي يقول لك، بالنسبة للـ Growth هرمون، من يصر عندنا كميات شبيرة من الـ Growth هرمون، رح يسوي الـ Body-Lin، الـ Mass، همات حيخلي Little Vizeral Fat، أوكي؟ رح يخلي كميات قليلة من الفات موجودة بالأحشاء، بس، يقول لك جماعة الـ Diabetes مليتيس، نوع الثاني، هذول حيكون Overweight، يعني وزنعتهم كلش عالي، والدهون رح تجمع لهم كميات شبيرة بالأحشاء، فيعني أكون هنا شوي، اختلافات بين الـ Growth هرمون، يعني هما اثنين هتم سواء Resistance Insulin، ثواء الـ Access of Growth هرمون، أو الـ Diabetes مليتيس، بس يعني مشارط تكون نفس التأثيرات بالضوطين تنتج عنها، مزيح؟ فلا تنسون إنه رح يستقل، الـ Lian Mass ويا الـ Growth هرمون، أوكي، يعني جسم حيكون عبارة عن كتلة بروتينية أغلبة، أما بالدياب تسميته فلا، الجسم حيكون عبارة عن كتلة دهنية، زيان، والفيزرافات كلش عالي حيكون بالـ الفاتحة تكون كلش عالي بالفيزرا، بالأحشاء مالتا، زيان، وهنا طبعاً، ديقول لنا السبب، ليهاش الـ Growth هرمون ديخلي الجسم Resist the Insulin، فبكل بسطة ديقول لك إنه والله الجسم Resist the Insulin بسبب إنه الـ Growth هرمون ديزيد من مستوى الفاتحة أسد بالدم، فبما إنه مستويات الفاتحة أسد تزداد بالدم، زيان، فالجسم حيكون Resist the Insulin، أوكي؟ فهذا هم سبب يعني التوقع منهم، يعني هم مو كلش فاهمين السالفة، أو أصلي حد الآن ماكوا، فاتشي واضح ليش إنه الـ Growth هرمون ديخلي الجسم مقام الإنسولين، بس هذا التفسير مين ياهم يعني؟ فإن شاء الله أنت من تتخرجوا أنت أصول مرحلة خامسة يعني، تبدعهم بالبحث، مو؟ زيان، هم هنا، الـ Growth هرمون حتي سوى الأكشو مالت يحتاج كاربوهيدرات أو إنسولين، مثل ما حتى سوى بحيت لكم، قلت لكم إنسولين يحتاجه حتي يدخل أماينو أسد للخلايا، زيان، والإضافة إلى التثيرات مالت إنه يحتاج الإنسولين حتي يعاكس العمل مالتهم، زيان، وأيضا يحتاج الكاربوهيدرات عمو الطاقة، فأنتوا تخيلوا أنه لا كاربوهيدرات موجودة ولا إنسولين مالتهم، بالتالي أنت لا الإنسولين الـ Activity راح تتواجد اللي هو، مثل ما قلنا، ما راح نقدر ندخل أماينو أسد، ما راح نزايد من عمل لدخل أماينو أسد للدخل غلايا، ولا اللي راح نحص الطاقة من الكاربوهيدرات، زيان، ولا راح نقدر نعاكس الإنسولين، فتأثيرات الـ Growth هرمون راح يعني، حتنضرب هنا، حتتأثر، ما راح الـ Growth هرمون راح تكون لذاك التأثير، لأنه يحتاج الإنسولين حتّي عاكسه، زيان، ويحتاج الكاربوهيدرات، فإذا ذن الموجودات كأنه مالـ Growth هرمون ما لا تأثير، لأنه تأثير يعتبد على الإنسولين كاربوهيدرات، زيان، فأخذ لها المعلومات ببالكم، إن الكاربوهيدرات يحتاجها مثل ما قلنا عم الطاقة، أوكي، الإنسولين يحتاجها عمودي زي ذي الـ Uptake of Amino Acid، زيان، هم مات يحتاجها حتّي عاكس عمله، زيان، نجي أسا على موضوع جدا مهم، كلش مهم، اللي هو طبعا، الـ Growth Hormone Stimulate Cartilage and Bone Growth، راح نجي نتكلم هاسا على الـ Growth يصير بالـ Bone، بالعظم، زيان، مثل ما قلنا الـ Growth Hormone الأتيثيرات إنه يخلي الـ أنسجة تنمو، وأهم واحد، أهم نتيجة يأثر عليها بالجسم كله من جميع الـ أنسجة، هو الـ Bonds، العظام، زيان، هاي العملية جدا مهمة، و هاي الفقارة كلش مهمة، ولازم تفهموها يعني كل زيان، زيان، فالـ Growth Hormone راح يخلي العظم ينمو أولا وثانيا وثالثا، أولا راح يزيد من تجميع الـ Protein داخل Chondrocytes and Osteogenic Cells، خلو ببالكم، العظم بخلايا اسمها Chondrocytes يعني غضروف يعني العظم بغضاريف وبيعظام، أوكي، خلو ببالكم هالمعلومة، فالغضاريف اللي هي عبارة عن Chondrocytes، خلايا غضروفية، وأيضا العظم عبارة عن Osteogenic يعني بخلايا اللي هي Osteoplast وبي أيضا Osteoclast، الـ Osteoplast، وظيفتها تكون عظم، الـ Osteoclast، وظيفتها تكسر بالعظم، بعدين حنتكلم على ذلك الخلايا بس، ركزوا على Chondrocytes، فالمهم هو حيزيد من تجد، هالخلايا حتجمع بها بروتينات أكثر، سواء Chondrocytes أو Osteogenic، لأن هالبروتينات حتحتاجها بالنمو مالتها، فحرفين بالوظيفة الثانية راح يزيد الـ Reproduction مالتهم، زيان تدرون أنت الـ Reproduction طبعا طريق بروتينات، فراح نحتاج هنا أولا نزيد البروتينات حت نقدر بعدين نزيد التكاثر مالتهم، مالتها الخلايا، ثالثا مهم جدا، فراح تتحول هالكوندروسايت إلى الأستيوجينك أو الأستيابلاست، أوكي الأستيوجينك المقصود بها الأستيابلاست، زيان؟ فالخلايا الغضروفية راح تتحول إلى عظم، زيان، فهذان الأمور راح يساعدا بنمو العظم، زيان، هاسا راح نجي نوضح أشياء أكثر وأكثر، زيان؟ هل هناك هزيان النقاط بوسط التكاثر في الحق؟ أكو شغلتين ديساعد بنمو العظم، عدنا عملية زياد بالطول، وعملية زياد بالـ thickness of the bone فالعماليات دا سايد باللينكث أو ذا بوناسر راح نتكلم عنها مثل موحد شانا قبل شوية بالصورة وشوفت لكم قلت لكم العظم عبارة عن منطقة يعني إبافايسيس هاي الإبافايسيس والديافسيس زيان وفضلها سأشوفكم صورة حتى توضح أكثر البون أول ما يبدي طبعا راح يبدي بشكل غضروف أول ما يبدي بالتكويني تنينين العظم حرفين راح يكون عبارة عن غضاريف أو كوندروسل مثل ما شوفون هسا هذا القالب الأزرق هذا هو كل عبارة عن شنو عبارة عن عن كوندروسايت بعدين اللي راح يصير يا شبابنا راح يبدي نولي الطفل مثل ما تعرفون نحن حتى سامعين أنه أول ما يبدي الطفل عظاما بعدها غضاريف منامي بشكل زيان فحتبدي هسا ويا العمر مال الطفل هذا مني شوية شوية كوي الزمن راح تبدي هالغضاريف مالتا شبابنا تتحول إلى عظم أوكي وراهيكي راح يتولي العظم مثل ما راح أشرح لكم هسا فراح يبدأ سهال الخلايا كوندروسايت يا شباب راح تنمو تتكاثر بعدين ش راح يصير؟ راح يتحول جزء منها إلى بون إلى عظم فراح يطول البون وراح يستهلك من الكوندروسايت أو من الغضاريف مثلا يشوفه السهنة بعديين أيضا نفس العملية هم راح يكبر هذا راح يتكاثر الكوندروسايت وراح يتحول جزء منه إلى إيش؟ حيتحول إلى بون حيتحول إلى عظم زين فراح يتولي العظم وش راح يصير أيضا مثل ما وضحنا؟ قلت لكم أنه هال منطقة الفوكسام هو الأبفايسس وهال منطقة الديابسس فاللي دي يصير أنه منطقة الديابسس أو الشافت ويا العمر قاعد تتقدم شوية شوية زين ومنطقة الأبفايسس قاعد تندفع نحو الأمام زين ويا استهلاك هاي الغضاريف زين وما استهلاك هاي الغضاريف زين فراح يظل عد مثل ما نشوف الغضاريف تستهلك راح تنمو هي بالبداية تكبر تتحول إلى بون زين مثل ما نشوفينا راح تتحول إلى بون وحيكبر العظم وكل ما يكبر العظم أو يطول يعني كل ما الديابسس أو الشافت راح تطول وراح يندفع نحو الأمام الأبفايسس وأيضا عندنا مثل ما قلت لكم من دي طول العظم هنانا الغضروف نفسه هو الغضروف نفسه يا شبابنا ده يتحول إلى عظم دين مو أول شوي يكبر يتكاثر ويتحول إلى عظم فلما أنا أوصل هالحالة الأخيرة اللي هو لما تقريبا أنا خلصت كل الغضروف اللي عدي بقى بس عدي شوية غضروف هذا هذا حيبقى شون فايدة من هذا الغضروف البقى انه حتى يرتبط عظم ويا عظم ويا مفصل حتى يعني ما يصر احتكاك بين العظم والمفصل لازم يبقى عندي هذا الغضروف حتى يقلل من هذا الاحتكاك بين العظام لان لا سمح الله إذا ما كان هذا الغضروف موجود يعني فراح يصر ألم مو طبيعي دي الشغل ذاكي والتحتى شايفين اللي عندهم تشقق بالغضاري فايصر عندهم هالمشاكل زيان فمن وصل هالمرحلة اللي هو بعده ماكو يعني كوندروسايت نستهلك أو يعني غضاري في نستهلك يا شبابنا رح يوقف العظم نمو ومثل ما قلنا طبعا هالمنطقة الابب فايسس طبعا ما مرتبطة بالديافسس بالبداية أوكي من يعني بحالة النمو إلى أن نوصل آخر شي زيان من وصل آخر شي رح ترتبط عدنا هالمنطقة الابب فايسس بالديافسس من عادير طبعا ذني رح يوقف عظم نمو ويوقف يوقف نمو زيان شبابنا وهالعمالية تتم السيطرة عليها عن طريق يا هرمون القروث هرمون القروث هرمون هو نفس الدخل الكندروسايت تنمو هو نفس الدخل الكندروسايت تتحول إلى عظم فلهذا نستنتج أنه اللي بعد ما وصل عمر البلوغ ودي أخذون جروث هرمون كميات شبيرة ممكن ذالة يطولون بحيث يصل طولهم إلى ثمانية فيت يعني ذالة كلش طوال زيان أما الناس الأقزام زيان ذالة يعني ما عدهم جروث هرمون هواية قليل عدهم مشاكل بالجروث هرمون فبالتالي يعني ما رح ينمو عدهم العظم هواية زيان فالجروث هرمون إلى التأثير يعني كلش مباشر على هاي العملية زيان فهو هذا الهنان ها الديش رح يقلكم هنان ما أظن يحتاجين عيدة بس أهم شو تركزون أنه الكوندروسايت أو الغضروف هو الديش يستهلك ومني من ما يبقى لبعض غضروف أستهلكه زيان رح يوقف العظم الأمو ومن ناصر ديش المرحل رح يرتبط والديافسس الديافسس الديافسس الاسم الثاني هو الشافت زيان فانتبهوا على هال ملاحظات لها ممكن تجي بشكل MCQ مهمات زيان اقلنا هسا احنا حتشين عالطول زيان منه علاقة بالثخن مالة العظم انه حيكبر للثخن مالة العظم أو الخلايا العظمية اللي هي الأوستيو بلاست زيان عندي الأوستيو بلاست الموجودة بها منطقة بالبون آآ بيروستيام هاي أحد مناطق العظم زيان ها مات بالتجايف الأخرى من العظم فعدي ذلك الخلايا اللي يسمه الاوستيو بلاست أو الخلايا المكونة للعظم راح تبدي يتثخن بالعظم. زين إن هالخلايا حرفية يا شباب من راح تبدي تكون خلايا عظمية. يعني من نسمها أوستيوبلاست. خلايا مكونة للعظم. حتبدي تكون خلايا عظمية. هالخلايا عظمية شلو فايدتها زيد من الثخن. زين. بس وين حتبني هاي حتبني على أولد بون. على أولدار بون يعني إحنا البون مني تمر علي فترة طويلة عظم أو مجموع من خلايا مرت علي فترة طويلة. هالأكيد هالخلايا راح تكون مضررة ومتأثرة. فلاس بيصرها للسدالين. أنت سكي إنسان قاعد تمشي وقاعد تركض. وما مرات تنظره يعني عظامك قاعد تتأثر ويا الزمن. فلما مني مور فترة طويلة على الأظم. هذا العظم حيكون هاش. لازم انبدله. زين. فحتبدي عدي خلايا الأوستيوبلاست. تكون ببدا لخلايا عظم جديدة. ببدا لهذا العظم القديم. وعدي خلايا أخرى سموها بالأوستيوكلاست. هاي أكس الأوستيوكلاست. هاي حتبدي تكسر بالبون ما تكت. سوي ريموف دو ذا بون أوكي. ريموف للأولد بون. هذا العظم القديم راح يشيله. أوكي. راح يشيله إذن عندنا الأوستيوكلاست راح تبدي تكون عظم وانا تكون بالأولد بون. بمكان اللي بي خلايا مر عليها فترة طويلة من الزمن. زين. حتبدي بمكانة تكون خلايا عظمية. والأوستيوكلاست حتشيل ذن الخلايا العظمية القديمة. لأن هي متضررة. فحتشيل لهم. زين. وطبعا عمليات هاي اللي. يعني. شو نقول. تكسير أو تدمير العظم عن طريق خلايا الأوستيوكلاست. هاي العملية يسموها. ريسوروبشن. انتبهوا. ريسوروبشن. أما عملية بناء العظم فهي ديبوسيشن. زين. ديبوسيشن عملية بناء العظم يسموه ديبوسيشن. والريسوروبشن هي عملية تكسير العظم. فعدنا معدل بناء العظم. رح يكون أكثر من معدل تكسير العظم. زين. فمعناته هنا شو معناته؟ معناته الثيكنيس رح يبدي أنا عندي يزداد. لأن أنا دا أبني أكثر مما دا أهدم. مثل ما وضحت لكم قبل شوية بمثال السياج. مثل ما دا أبني سياج. أوكي. ودا نحط الطابوق ومادري شنو. أوكي. فأنت كعامل دا تحط ثلاث طابوقات قاعد تبني. بس أكو واحد خبيث ثاني وياك دا يسحب طابوقي. زين. بس كمعدل رح تبني أكثر مما تهدم. إلي أنت قاعد تبني ثلاث طابوقات مثلا كل دقيقة قاعد تحط ثلاث طابوقات. والخبيث دا يشي طابوقي. زين. كمعدل التهسة قاعد تبني طابوق تيام بالدقيقة. زين. فلهذا بما أنه أنت قاعد تبني أكثر مما قاعد تهدم. فرح يزاد عندك الثخن مات الحيط. أو يعني الثخن مات العظم. زين. increase. زين. وبالنسبة للgrowth المو مثل ما ما وضحت لكم أنه تأثير على العظم يعني على length مات العظم. طول العظم رح يتوقف من يرتبط الشافت بالأبافيسس رح يتوقف. ما رح يصير عدي بعيد أي growth بالعظم. حتى لا تطي growth hormone ما كو فايدة. بس وي رح يكون تأثير growth hormone. growth hormone هيأثر على أنسجابك وأنسجاب. حتى لو وصلت البلوغ رح تكمل نمو. زين. عدنا مثل كيدني. اللفار. تونج. عدنا أيضا. التونج هو اللسان طبعا. كيدني كيدية. اللفار كبد. زين. آه مات عدنا بعض العظام مثل جاوباونز. اللي هو الحنج ماتك. عظام الحنج. زين. والسكال. السكال هيه الجمجمة. فعظام الجمجمة. والجاوبونز. هذين حيستمرن بالنمو. حيزاد الثخون مالتن. زين. آآ زين. حيزاد النمو مالتن يعني. آآ حتى لو وصلت البلوغ. زين. فحيكون تأثير growth hormone على ذن الأماكن. بشكل أخص.